بعد تشريع الكنيسة لأولى قوانين الانقلاب القضائي وإشعالها للشارع الإسرائيلي الرافض لنهج الحكومة الهادف إلى تقويد دور القضاء أعلن المتظاهرون عن مواصلة الخروج بالاحتجاجات وعزمهم على الاستمرار بالتصدي لحكومة نتنياهو التظاهر للأسبوع الثلاثين على التوالي عشرات آلاف الإسرائيليين خاصة في مدينة تل أبيب التي شهدت احتجاج أكثر من 150 ألف إسرائيلي بالإضافة إلى خروج تظاهرات بنحو 150 نقطة تظاهر ممتدة من الشمال حتى الجنوب هذا في وقت نعكس فيه شرخ الشارع الإسرائيلي على الاتلاف الحكومي وخاصة على حزب الليكود بحيث صرح سبعة أعضاء من الحزب الذي يقوده نتنياهو عن رفضهم سنى قوانين الانقلاب القضائي بشكل أحادي الجانب ودون التوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة وأكدوا أن النهج الذي يسير به الاتلاف الحكومي يضر بشكل مباشر بحزب الليكود خاصة مع تسجيله تراجعا حدا بشعبيته في أعقاب تشريعه لبنود الانقلاب القضائي بالمقابل وصف المتظاهرون هذه التصريحات بأنها بمثابة ذر للرماد في العيون على حد تعبيرهم واعتبرها استراتيجية موجهة من بن يمين نتنياهو في محاولة لامتصاص غضب الشارع وإخماد احتجاجاته ضد الحكومة التي طلق دعما دوليا واسعا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى إذ أكد المتظاهرون بأن مثل هذه التصريحات لن تردع احتجاجاتهم ولم تثنيهم عن الاستمرار بالدعوة لإسقاط حكومة نتنياهو التي تواجه رفضا واسعا حتى في أوساط ناخبها إذ أشرت استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 52% من الإسرائيليين يعتبرون أن الانقلاب القضائي يضعف إسرائيل ويهدد مكانتها فيما أعرب 58% من الإسرائيليين عن تخوفاتهم من اشتعال حرب أهلية في أعقاب سن هذا الانقلاب إلا أن هذه المعطيات كافة لم تردع أعضاء الاتلاف ولسيما وزير القضاء ياريف لفين وما يسمى بوزير الأمن القومي إيتامار بينجفير لذين أكد خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الأخيرة على التمسك بموقفهما وإسرارهما على المضي بسن الانقلاب القضائي سلام مشرقاء تلفزيون فلسطين تل أبيب